بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلاةً وسلامًا عليك سيدي يا رسول الله صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين أما بعد أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن للرحم شأناً عظيماً وأهميةً كبيراً وحقوقاً عظيماً كفاها فخراً وشرفاً أن من وصلها وصله الله عز وجل وصله الله عز وجل بلطفه وصله الله عز وجل برحمته وصله الله عز وجل بإحسانه ومن قطعها قطعه الله قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الله عز وجل أمرنا بصلة الأرحام ورسولنا صلى الله عليه وسلم رغبنا فيها وحثنا عليها وجعلها سبباً من أسباب الجنة أي أن هذا الباب لو حافظ عليه إنسان لكان سبباً من الأسباب التي تؤهل الإنسان لدخول الجنة ولذلك تعالوا لنتعرف على المعنى الحقيقي لصلة الرحم لأن البعض يخطئ في الصلة والبعض يفهم جزئية الصلة فهماً جزئياً أو فهماً قاصراً قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها اعتاد الناس أن يصلوا من وصلهم وأن يقطعوا من قطعهم وهذه في الحقيقة ليست صلة رحم لأن الذي يصل من وصله ويقطع من قطعه ليس له فضل على الطرف الآخر وإنما المفهوم الحقيقي لصلة الرحم أن تصل الرحم التي قطعتك أن تصل الرحم التي قطعتك والأجر من الله عز وجل لا يضاهيه شيء والأجر من الله عز وجل لا يضاهيه أمر قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ أي الذي يقابل الزيارة بالزيارة أو الذي يقابل الصلة بالصلة وإنما الواصل الذي يعد واصلا عند الله الذي إذا قطعت رحمه وصلها إنسان لا يسأل إنسان لا يصل إنسان لا يزور ومع ذلك تصله ومع ذلك تعطي إليه ومع ذلك لا تقطع عنه العطاء هذا هو البر الذي تؤجر عليه من الله تبارك وتعالى أما أن تصل من وصلك وأن تقطع من قطعك الله عز وجل لا يريد من الإنسان هكذا لأن هذا إذا قطعك إنسان فأنت تقطعه والله عز وجل يريد أن يدوم الود وأن يدوم البر بين الناس قال الله عز وجل في شأن أولي الألباب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب قال الإمام السعدي عند تفسيره لهذه الآية وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله من الإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وحبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويصلون آباءهم وأمهاتهم بالبر ويصلون إخوانهم بالإحسان ويصلون أقاربهم بالعطف والإحسان إليهم كل هذا دفعهم إليه خشية الله عز وجل والخوف من سوء الحساب ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب رسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأن الذي يداوم على صلة الأرحام لله عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل إذا أراد الإنسان سعة في الأرزاق وبركة في العمر فإن الطريق إلى ذلك بصلة الرحم قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أجله فليتق الله وليصل رحمه تمسكوا بأرحامكم جيدا عبّروا لهم عن حبكم فقد ترحلون أو يرحلون ولهم في القلب حديث معكم لكن هيهات أن تتواصلوا بسبب انقطاع الأجل انقضاء الأجل وبسبب انقطاع العمر فالله عز وجل يريد من الناس أن يتماسكوا وأن يتواصلوا وجعل السبب الذي يترتب عليه جنة الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أسأل الله عز وجل في عليائه أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين